موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابة نفاتكم بكل خير أهلاً لكم إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية بدايتها بالعنوية خادم الحرمين الشريفين وسمو للعهد يعزيان رئيس جمهورية كوديفوار في وفاة رئيس الوزراء محكمة أمريكية تقر بمسؤولية إيران عن تفجيرات الخبر وتحكم عليها بدفع تعويضات الجيش اليمني ينتزع مناطق شرق صنعاء وانهيارات واسعة في الصفوف الحوثيين موسيقى أهلاً بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الحسن واتارة رئيس جمهورية كوديفوار في وفاة دولة السيد أمادو جون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوديفوار رحمه الله وقال الملك المفدى علمنا بنبأ وفاة دولة السيد أمادو جون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوديفوار رحمه الله وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية كوديفوار الشقيق بالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء إنا لله وإنا إليه راجعون كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوديفوار في وفاة دولة السيد أمادو جون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوديفوار رحمه الله وقال اسم ولي العهد تلقيت نبأ وفاة دولة السيد أمادو جون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوديفوار رحمه الله وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء إنه سميع مجيب في تضحيات غير مستغربة سجلت مبادرة كلنا سند إقبالا كبيرا من الأطباء والممارسين الصحيين الذين تسابقوا للتطوع لخدمة مجتمعهم وتوفير الاستشارات والنصائح الطبية والصحية في كافة المجالات انسجاما مع جهود الدولة وأبطال الصحة في مواجهة جائحة كورونا حيث سجلت هذه المبادرة نحو 250 طبيبا وممارسا صحيا يعملون في أكثر من 30 تخصصا يقدمون عشرات الاستشارات يوميا وتستهدف المبادرة الوصول إلى أكثر من ألفي طبيب وممارسا صحي لتغطية كافة مناطق المملكة والذين تمكنوا من تقديم مئات الاستشارات الطبية والنصائح الصحية عن بعد بالصوت والفيديو عبر منصة موعدي بدون مقابل مادي إسهاما منهم في تحقيق عدد من الأهداف المستدامة مثل خدمة المجتمع وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية ورفع الوعي الصحي وتعزيز العدالة في الصحة في آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3159 إصابة جديدة ليرتفع جمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 226486 حالة فيما سجلت 1930 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 163126 متعافي كما تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة ليرتفع جمالي الوفيات إلى 2151 حالة وفاة رحمهم الله جميعا هذا واكدت وزارة الصحة أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الأشخاص تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا فهم جزء منا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر أن من الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن مساعدته بتوفير جميع يدويته واحتياجاته الطبية والتزامه بمواعيده الدورية والتزامه بنمط حياة صحي إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة وذلك عبر تطبيق صحة وأوضحت وزارة الصحة أن مركز اتصال الصحة تسعة ثلاثة سبعة قدم ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف استشارة طبية وذلك منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن ويواصل المركز تقديم خدماته للمستفيدين ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره على تلقي الاتصالات فقط بل يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوة ويقيس مدى الرضا ويرفع مقترحات التحصين بالإضافة إلى تحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحصين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن سديس حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها الثامن التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصد الحرمين الشريفين على أكمل وجه وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن وأوضح الشيخ سديس أن الرئاسة حالصة على الاستعداد المبكر لموسم الحج لهذا العام بخطة جرى إعدادها مسبقا تناولت المحاور التي تحقق الأهداف وتمكن ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وسكينة وهدوء وتطبق فيها جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لضمان سلامة جميع زوار وقاصد الحرمين الشريفين أعلنت شركة أرامكو مراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو من عام 2020 للميلاد حيث أصبح سعر البنزين 91 بريال 29 هللة للتر الواحد وبنزين 95 بريال 1.44 هللة للتر الواحد وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادتي آيزو في إدارة أمن المعلومات ونظام إدارة استمرارية الأعمال وذلك بعد تطبيقها لكافة المعايير الدولية لتعزيز مستوى الأمن السيبراني وضمان استمرارية الأعمال يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبدلها الطيران المدني لتحقيق فضاء سيبراني آمن يدعم منظومة الطيران بأنظمة وخدمات تقنية موتوقة وبما يتوافق مع رؤية الهيئة لتحقيق أجواء آمنة وفق دق معايير السلامة العالمية وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة بعد أكثر من خمسة وعشرين عاما على التفجيرات التي وقعت في الخبر بالمملكة والتي أدت إلى مقتل تسعة عشر شخصا من القوات الأمريكية وإصابة المئات حملت محكمة أمريكية إيران المسؤولية الأولى عن تلك العملية الرهبية حكمت محكمة فدرالية أمريكية على إيران بدفع تعويضات مالية قيمتها حوالي ثمانمائة وعشرين مليون دولار لضحايا وأسر ضحايا التفجير الذي وقع في مدينة الخبر في العام الف تسعمائة وستة وتسعين هذا التفجير الذي قامت به جماعات تدعمها طهران أودى بحياة تسعة عشر شخصا وأصاب أربعمائة آخرين واستخدم فيه خمسة ألاف هون من المتفجرات البلاستيكية وليس هذا هو الحكم الوحيد بتحميل إيران المسؤولية عن تفجير الخبر ففي العام الفين وثمانية عشر حكم القاضي نفسه بأن تدفع إيران حوالي مائة وخمسة ملايين دولار للضحايا وأسرهم لكن إيران لم تلتزم بدفع هذه التعويضات حتى الآن غير أن الأحكام بحد ذاتها دليل على أن القضاء وجد من الأدلة ما يدين إيران باقتراف هذه التفجيرات نعم هناك أدلة استخدمتها المحكمة لإصدار هذا الحكم وأعتقد أن الحكم أيضا سيخضع إلى تفسيرات سياسية بمعنى أن الرئيس ترامب قد يستخدمه في حملاته الانتخابية خصوصا أن الحكم يطالب إيران بتعويض أفراد أمريكيين وأسر أمريكية من العسكريين وهو أمر أعتقد أنه سيكون محل نقاش وسيستخدمه الرئيس ترامب في حملته الانتخابية لأن إيران تاريخيا لا تدفع يقول خبراء أنه سيكون على الولايات المتحدة مصادرة أموال إيرانية للوفاء بهذا الحكم إما عن طريق منظومة العقوبات المفروضة على إيران أو عن طريق المؤسسات أو الأسواق المالية الدولية أولا هناك احتمال أن ترفض إيران دفع تلك المبالغ ثانيا قد تطالب المحكمة الحكومة الأمريكية بأن تدفع تلك الأموال من أموال مجمدة من قبل أمريكا تملكها إيران الاحتمال الآخر هو أن تتوجه أمريكا إلى مؤسسات مالية دولية مثل عدد من البنوك تكون لإيران حسابات مالية فيها وتطالب تلك البنوك والمصارف بأن تدفع حق التعويضات من حق الأرصدة الإيرانية الأمر الآخر هو وجود طرف ثالث مثل ما حدث في أزمة الرهائن الأمريكية عندما تفاوضت حكومة الجزائر كوسيط ما بين إيران وأمريكا مرور حوالي ربع قرن على اقتراف هذه الجريمة يعني أن الحق لا يضيع وأن العدالة لا تموت عاطف عبدالجواء تلفزيون المملكة العربية السعودية واشنطن شدد القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي والمندوب الدائم لدى مكتبة الأمم المتحدة لبرنامج البيئة عبدالسلام العواضي على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران للسماح لفريق الأمم المتحدة بالفحص والصيانة قبل حدوث كارثة تضر باليمن ودول المنطقة وناقش السفير العواضي مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجرا أندرسون أوضاع خزان النفط العائم صافر والتي بدورها ثمن التعاون الحكومة الشرعية مع الفريق الفني لصيانة الخزان مؤكدة بأن الأمم المتحدة تعمل لإيجاد حلول سريعة تجاه خزان النفط العائم الحكومة البريطانية دعت هي الأخرى ميليشيا الحوث الإنقلابية إلى السماح لمفتش الأمم المتحدة بتفتيش الخزان صافر حيث حذرت الخارجية البريطانية في بيان لها من أن السفينة تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها يمكن أن ينسكب منها 1.14 مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر نشرت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن فيديو جديدا يظهر قيام ميليشيا الحوثي بتجارب على أحد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد والتي تستخدمها في تنفيذ عملياتها الإرهابية بمضيق باب المندب في البحر الأحمر وكانت قوات تحالف دعم الشرعية قد أعلنت الخميس أنها نفذت عملية نوعية لاستهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيرين جنوب ميناء الصليف يتبعان للميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران شكل تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي أحرز الجيش اليمني تقدما ميدانيا جديدا في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء حيث أكدت مصادر ميدانية أن الجيش شن هجوم كبيرا على مواقع تمركز الميليشيا بجبهة نهم ومواقع أخرى في الجبهة تمكن على إثره من تحرير تلك المواقع بشكل كامل وأسفر الهجوم أيضا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية بالإضافة إلى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها وفي جبهة قانية تواصل قوات الجيش تقدماتها الميدانية وسط تهاو واسعا في صفوف الميليشيا المتعامة قدمت منظمة الصحة العالمية مستلزمات واجهزة طبية لمراكز غسيل الكلا في محافظة حضر موت وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وستغطي هذه الأجهزة النقصة الحاصلة في المرافق الطبية الخاصة بغسيل الكلا بالمحافظة كما ستسهم في عمل 22 ألف جلسة غسيل كلوي ويأتي ذلك في إطار المشروعات المتنوعة التي يقدمها المركز إلى منظمة الصحة العالمية مما يعزز الجانب الصحي في مختلف البلدان المحتاج أو خصوصا اليمن وكان مركز الملك سلمان للإغاثة أنجز منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي 218 مشروعا صحيا متنوعا شملت جميع المحافظات والمناطق اليمنية كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع سلال غذائية تزن 19 طنا للأسل الأكثر احتياجا في قرى مديرية قلنسيا التابعة لمحافظة سقطرة ليستفيد منها 1500 فرد يأتي ذلك ضمن الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق انتهت نشرتنا وهذا تذكير بأبرز عنوينها خادم الحرمين الشريفين وسموالي العهد عزيان رئيس جمهورية كود ديفوار في وفاة رئيس الوزراء محكمة أمريكية تقر بمسؤولية إيران عن تفتيرات الخبر وتحكم عليها بدفع تعويضات الجيش اليمني ينتزع مناطق شرق صنعاء والهيارات واسعة في صفوف الحثين شكرا لكم على المتابعة دمتم في حفظ الله ورعايته وتصبحون على خير شكرا لكم على المتابعة